هنا بغابة بنسليمان 58 ألف هكتار من الغابات الطبيعية أشجار العرهار والبلوط الأخضر و 15 ألف هكتار من البلوط الفليني تنوّع بيئي وخنا طبيعي تسخر به منطقة بنسليمان مخطط عشاري منذ 2015 إلى غاية 2024 تقوم به المديري الإقليمي للمياه والغابات يضم برنامج تشجير وتخليف الغابة الطبيعية على مساحة 7 ألاف هكتار وإنتاج ما يقارب 10 ملايين شتلة بمعدل مليون شتلة في السنة بغلاف مالي يقدر ب110 ملايين درهم يتبعيز إقليم بنسليمان بغابات طبيعية ومحيطات تشجير على مساحة تقدر بـ 58 ألف هكتار تشمل هذه المساحة مجموعة من تشكيلات الغابة الطبيعية بكون أساساً مؤشرة البلوط الفليني والعرعار والبلوط الأخضر على مساحة 46 ألف هكتار وقدم كذلك 15 ألف هكتار من أشجار البلوط الفليني تلعب هذه الغابة دور أساسي ومهم داخل الإقليم التوسع العمراني التحولات المناخية ممارسة بعض المواطنين التي تضر بالبيئة والطبيعة وتشكل ثلوة بيئياً وبصرياً تبقى أكبر خطر على سلامة الغابة واستمراريتها مجهودات مندوبية المياه والغابات للحد من تدهور النظام البيئي والإيكولوجي تبقى مهمة لكنها لن تكون كافية أمام بطش يد الممارسات المسيئة للبيئة تتراوح القطرة الإنتاجية السنوية بمليون شتلق بما فيها هذه السنة 540 ألف شتلق من أنواع الصنوريات و460 ألف شتلق من أنواع الورقيات نحن الآن نتواجد بمحيط تخليف البلوط الفليني بغابة بن سليمان هذا المحيط يسمى بالدعي دعاء هذه العملية تقام عبر عدة مراحل المرحلة الأولى هي مرحلة تهيئة التربة عبر الشريطة عرضها 4 أمطار وتتباعد بـ 4 أمطار كذلك حيث يتم حفر حفر داخل الشريط المرحلة الثانية وهي غرس شتلات البلوط الفليني هذه العملية تقام بعناية كبيرة المرحلة الثالثة وهي السقي عبر مراحل المرحلة الرابعة وهي تنقية ونقش الأحواض لتمكن هذه الشجيرات من النمو في ظروف جيدة البلوط الفليني ببن سليمان يلعب أدوارا مهمة ومتعددة رافعة للتنمية المحلية والجهوية بأدوارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والترفيهية استغلال الفلين خشب التدفئة وحدات علفية رعوية لفائدة الساكنة المحلية كما تعتبر أهم مصادر المياه الجوفية وفوق كل هذا الغابة تجود على المواطن بتوفير أماكن للترفيه والترويح عن النفس وتتيح ممارسة القنص ورحلات الاستجمام واستكشاف المنطقة الحفاظ على نظافتها وسلامتها البيئية يبقى واجبا وحقا من حقوق الغابة على المواطن شكرا